طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أعطيكم العافية جميعا أهلا فيكم في شرح محاضرة المدسن رقم ثلاث اللي هي بتتحدث عن الاميرجينج رسفارتوري انفكشنز أو رسفارتوري فيروسز واللي رح تتحدث هي بشكل أساسي عن كوفيد ناينتين اللي هو فيروس كورونا تمام بس المحاضرة يعني انت لما تجي تفسح تفريغه وهيك أول صفحة تلفها بسيطة ممكن بعدها بتحس حالك إيش انه هيك يا أخي حاس فيها كثير معلومات وفيها مايك روعة جينيتيكس على فارما على أبصر بالصراحة المحاضرة يعني سهلها بتسهل يعني فيها كثير أشياء مراتها كتفاصيل زيادة يعني ما بنسأل عنها وكثير بعيد أن بنسأل عنها ماشي وأغلب المحاضرة أصلا من الأشياء العامة يعني كورونا حفظنا حفظ كل الأمة حفظتها فالأمور سهل إن شاء الله طيب خلينا نبدأ بالمحاضرة وليس كنتهي تقريبا هو ع splits Zs نعم ان تكون برسبرتل تراق وتديد الكثير من تجربة ماكرو الجنس التجربة ـنومونيا إنفلمات الـ pulmonary parenchyma what is is vollible ؟ V-tranchyma يعني Biological tissue عندما نتحدث عن lattice عندما تكونCanadianصل celsius اك Petration قصدي عن الالفيولاي اللي ما بعد رسبروتوري برونكيول ماشي الالفيولاي طبعا مع الانترستيشن هسه النومونيا يعني هو مكتوب ذات الرئاذ هي هيك يعني الترجم الحرفية بس هو التهاب الرئوي يعني ماشي الان في سمتمز لا اي حدا بصير عنده التهاب رئوي او رسبروتوري سمتمز يعني او رسبروتوري سيسم دزيزت مش بس النومونيا رح تلاقي بالأبرت سبروتوري عندك نيزل ابستركشن نيزل دسشارج سنيزن عطاس بستاكسز الرعاف الكف السعال صور ثروت انه يصير يعني حلقه يعني يصير عنده وجع بالحلق بشكل عام هورسنس يكون صوته زي مبحوح يعني او في بحة صوته رايح غالبا يكون بسبب القحة يعني زي حالاتنا والسترايدر استرايدر هو صوت الصفير يعني بتلاقي وهو قاعد بتنفس فيه زي صوت زعقة الباب يعني هذا هذا هو الرسبروتوري تراكت عندك دسنية مش قادر يتنفس صعوبة التنفس جست بين كاف اسبيوتم بلغة مع القحة يعني هموبتسز انه قاعد بيقو حدم وويزز اللي هي زي الويز زي صوت الزميرة بيكون يعني لما يتنفس تلاقي هيك زي صوت كثير حاد زي الزميرة فعليا هذا هو الويز الاكسترابلومنري سمتوم يعني بره الجهاز تنفسي وبره الريئتين فيه عندك اشياء سيستمك يعني على الجسم كامل زي الفتيق الفيفر الفتيق التعب والفيفر الحرارة راقرز انشلزة اللي هي القش عريرة يعني هاي اللي بتصير السويتنج تعرق المستمر الأنوركسيا فقطان الشهية ميا الجهاز وارثرا الجهاز يعني واجع في العضلات وفي المفاصل وفيه عندي غاثر انتستاني سمتومس شكل عام ونيرولجيك سمتومس اشي بسيط يعني الآن في عندي يعني بهمنا بس هيك نشوف اسماعهم نقرأهم ثلاث مرات اربعة مرات يعني واغلبها اشياء برضو ممكن تكون مرة عليكم اغلبها مرة عليكم فيه اشياء بجوزة جديدة فيروس الانفلونزا واخوها البرانفلونزا الراينوفايروس الراينو من الانف كورونا فيروس معروف الميزلز اللي هو الحصبة الكوكزاكي فيروس فيرسيلو زوستر السايتوميغالوفايروس ابشتاينبار الاسماء هي اللي مذكورة بس يعني مش مهم كثير تعرفوا تفاصيل غير اسماءهن بحكي لي في نيو فييرل ابيديميكس لما احكي نيو يعني مش غزة السنة الماضية يعني خلال الاخر 25-30 سنة ففي الانفلونزا فيروس صارت ابيديميكس اللي هو ال H1N5 اتوقع في واحد منهم بتاع انفلونزا الطيور او انفلونزا الخنزير او شا زي هيك كورونا فيروس عندك السارس كوفي ميرس كوفي وعندنا اخر واحد السارس كوفي 2 اللي هو كوفيد 19 نفسه تمام فهذا H1N5 H1N1 وهذولا هم الثلاث تاعون كورونا فيروس هذولا تابعت للانفلونزا لعائلة الانفلونزا هذولا تابعت للكورونا الآن خلال ندخل في الموضوع جد يعني نحكي عن كورونا احنا تمام طيب هذولا لما كنا نأخذ الكلاسيفيكيشن تاع الارغونزمز بشكل عام تعرفوا فيه كان عندنا الكينجدوم بعدين الترتيب هذا لحد ما نوصل الاخر اشي للأوردر بعدين الفميلي بعدين الجينس بعدين الاسبيشيز هذولا الكورونا فيروس هي من من أوردر بيسموه النيدوفيريلز او النيدوفيراليس حسب كيف لفظها يعني الأوردر هذا النيدو formingkeronavirida وال 서울 م tablespoons ıy السارسكوويتو الذي كنت تحدث عنه في محاضرة فيه يعني فيريانتس ثانية للكورونافيروس في شكل عام الـ HCOV-229 هذولا كل اياتهم هسه يعني زي ما حكيت لكم يعني مش رح تنسأله عن هذولا بالذات يعني ممكن يسألك انه عن السب فاميلي عن كذا بس ما بسألك عن هذا يعني لو بديو يسألك مثلا هذا هو ألفا ولا بيتا انا بقول لك هذا تذكر في واحد في حرف الباقيات رح يكونين بيتا والقامة مش ذكر لك ولا واحد منهن يعني بصمج ما فيش وقت للتفسير طيب الآن في عندك هذا الجدول عندك سارس بقارن بين سارس كوفي وميرس كوفي وسارس كوفي 2 هسه شوفوا السارس كوفي الأول مش الثاني اللي هو اللي رح نحكي عنه هذو طلع بألفين واثنين برضو من الصين يعني الله يسامحهم كان يعني كان هذا الفيروس في الخفافية شو علمكم؟ يعني شو بخبص الصينيين في البايندينج ريسبتر هسه كل الفيروس أكيد لازم يكون اللي رسبتر برتبط عليه عشان يعني يقدر يدخل على السلز تاعت الجسم ويفوت يعني يستعمل الخلية تاعت الجسم عشان يسوي أثره فالبايندينج ريسبتر هو الاس 2 الاس ريسبتر هو الانجي تنسن كونفيرتينج انزايم اللي يعني أكيد هسه بعد ما درسته السيستم عارفين شو وظيفته بيحول انجي تنسن 1 لانجي تنسن 2 فهو برتبط على الخلايا اللي هي موجود هذا الريسبتر على سطحها شو هذا الريسبتر؟ موجود باللور بشكل عام يعني عند الالفولاي باللنغز برضو أكيد موجود واماكن ثاني يعني صراح نحكي عنهم بس هو باللور ريسبتر تراكت بريدومنت أكثر اشي عدد الحالات للسارس كوفي ما كان السارس كوفي ما كان ابيديميك يعني زي هذا السارس كوفي 2 فيعني بالعالم كله كان فيه 8000 حالة بس والكيس فيتالي تيريت يعني 9.6% انه قديش كان هذا الفيروس قاتل ميرس كوفي هذا كان في جدة في السعودية عام 2012 طلع كان الفيروس من الجمال دروميداريز هي نفسها يعني نفس الجمال الاسم البيندينج ريسبتر هو DPP4 اللي هو داي بيبتيدل بيبتايديز هذا وان موجود موجود في اللورس بالتراكت برضو موجود في الجي اي تراكت وفي الكيدنيز فكان يعني يعمل شوية كملكيشنز ثانية عدد الحالات اكثر من 2500 برضو نفس الاشي ما كان بانديميك والكسف 33 34.4 هسا السارس كوفي 2 معروف كان شهر 12 2019 في وهان في الصين لانما الرزرفوار صراحة حاولت ادور يعني مين لانما الرزرفوار بالضبط له يعني في كثير ثيوريز على الموضوع وفي اكثر من يعني حيوان بيحكوا انه هذا الرزرفوار بتاعه بس يعني هو غالبا رجعوه للسارس كوفي الاول انه كان في البات نفس الاشي اس 2 اذا تكن شوفوا الارقام شوفوا الو داشبورد هاي انه كل يوم تتغير يعني طيب الان كوفيد 19 بس بحكيلي انه هنا 2019 ظهر هذا الفيروس في مدينة وهان في الهوبي بروفينس اوف تشاينا بعدين انتشر بشكل سريع جدا وتحول لجائحة مش لوباء فقط بعدين في شهر 2020 منظمة الصحة العالمية سمت كوفيد 19 اس دي او سن كورونا فيروس 2 يعني لما بدك تفك سارس كوفي 2 بطلع عندك هذا الاسم لطويل تمام طيب الان سارس كوفي 2 ارجن من وين بيجي اول الاشي هو حط لك انه يجي من الخفافيش بعدين بيروح لممال على حيوان اسمه البانجولن تقدر تدور على جوجل ترى شوه البانجولن لازم تشوف الصورة وصراحة مش عارب شو اسمه في العربي يعني بعد الممال هذا للي هيوما هذا بيان 2019 هاي زي ما حكينا الورجن ستل النون البانجولنز بيستعملوها في الأدوية الصينية برضو السارس كوفيتو يعني فيه للأطعم البحرية للسيفود أو للإكزوتيك أنيمال ماركت أكيد جز شفتو كثير فيديوهات هاي السوق اللي بصين اللي بتلاقي كل أنواع الحيوانات للاستعمال البشري يعني مش والله تجيب التمساح تعالقوزينة لا بتأكل التمساح مش فارقة آه طيب أذر ثيوري ووهان بيحكي لك يعني غير هاذ كلياته انه كان فيه تجربة يعني في الصين في ووهان بيوهزردلاب يعني بحكي لك بسبب هاي التجربة كان فيه يعني خطأ مثلا أو كذا فانتشر بسببها بس يعني هي نظرية ثانية مش كثير طيب هسا الكورونافيروس بحكي لي هو ميديم سايزد فيروس يعني هو حجمه هو مش أكبر فيروس موجود ولكن الأمرنين اللي جوه هو أكبر واحد مليان الأمرنين هذا الكورونافيروس عفوا طيب هذا الكورونافيروس هو Enveloped Positive Stranded RNA هاي لازم Positive Sins أو Positive Sins هو Single Stranded أكيد يعني بس هالسبب وضحي لكم شو الفرق هسا الEnveloped أنا هسا عند الفيروسات بتنقسم لنوعين يا إنها بتكون نيوكليوكابسد مباشرة بدون envelope يا إنه بيكون في حواليها envelope شو الفرق بيناتها هسا الEnveloped هو عبارة عن سلمنبرين يعني إذا أنت بشوية صابون بتذوب السلمنبرين وخلص الفيروس بيودع بس اللي عندك الإشي الأخطر أنه يكون Enveloped فبيكون نيوكليوكابسد لحاله فالصابون مش راح ينفع معاه يعني تمام راح يكون فيه إلو احترازات ثانية فالEnveloped أضعف من من Enveloped وعشان هيك كان كورونا سهل أنك تحمي حالك منه بمجرد أنك بتغسي الإيديه كان Positive Sense أو Positive Stranded RNA معناها أنه RNA تاعت الفيروس بتقدر أنها مباشرة يصير لها Translation ماشي في عندنا Negative Sense هذيك أنه RNA لازم يصير لها يعني أصنع منها Positive Stranded RNA بعدين أعمل Translation للDNA طيب هاي الفكرة ليش بدأ أحولها للDNA عشان لما هاي لما عفوا Translation عفوا للبروتين مش للDNA وإحنا فيفتنا بالحات الPositive Stranded بتحول من RNA دغري بستعمل الريبوسوم مستاعت له human cell وبعمل بروتينات الفيروس ببلش يشتغل Negative Stranded لا RNA موجود بعمل Complementary RNA ثانية عليها يعني هاي Negative Stranded بروح بجيب Complementary RNA ببنيها فوقيها بعدين هاي الحمرة بروح حوان فيها على الريبوسومات عشان نصنع البروتينات طولنا عن نقطة كثيرة طيب هسا mRNA Encast in the Nucleicab ستحكينا Helipid Bilayer فبالتالي السوب بشتغل عليها الآن في عندك Spike S-Peptomer هذا عبارة عن بروتين موجود على سطح الفيروس نفسه لش crowns شكلها زي التاج فكلمة كورونا جاي من كلمة التاج هاي Spikes allow it to attach بدي أشوف أنا شو البروتينات اللي بيصنعها هذا الفيروس ففي عندي 5 أو 4 أو 5 structure بروتينز بيصنعها في عندي ال S اللي هو هذا بيكون من برة هذا مسؤول عن receptor binding زي ما حكينا ال M هذا مسؤول عن viral assembly تصنيع الفيروس لأنه هذا الممبرين اللي برة ماشي ال N اللي هو نيوكليوكابسيد مسؤول عن تنظيم viral RNA synthesis تصنيع ال RNA تاعت الفيروس و interactive M protein during virus budding خلال ما الفيروس يعني قاعد بنقسم جو الخليب وقاعد بتكاثر هذا نيوكليوكابسيد بساعد في RNA synthesis برضو بتتعاون مع ال M protein اللي هو بقى حزي ما حكينا بساعد في viral assembly بشكل عام ال E اللي هو تاعت ال envelope بحكي لك function necessary بتنطفل اندرستود hemeaglutinin esterase glycoprotein هذا موجود في beta coronavirus OC43 و HKU1 only بس هذول النوعين هذا شو بساعد انه الفيروس يصير اللي هو uptake في الميكوزل cells في respiratory tract ماشي يعني هاي الخلية بتلاقي هذا الفيروس عليه HE فهذا HE بساعد انه الفيروس يدخل على الخلية الان SARS-CoV-2 attachment هزي ما حكينا يعني موجود في bronchial epithelia موجود في tongue في buccal epithelia في upper intestinal epithelia في myocardial cells kidney bladder ولكن اكثر 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 في الطيب 2 فعشان هيك respiratory يعني سمتمز هي اللي بتبين اكثر اشي بحكي للسارس كوفيتو شوفوا برتبط بال ACE2 يعني اكثر بعشرة لعشرين مرة من السارس كوفيتو الجدول هون برتبط اكثر يعني اقوى بعشرة او عشرين مرة تمام الآن خلينا في عندي covid-19 variance يعني انا هسا قاعد بحكي عن الvariance تاعت اخر virus SARS-CoV-2 covid-19 قسموها لألفة بيتا غامة دلتا وميكرون ماشي هذا الألفة في شهر 9 2020 في بريطانيا البيتا في ساوث افريكا شهر 5 2020 بعدين القامة في في البرازيل شهر 11 2020 دلتا انديا اكتوبر 2020 واخر اشي الاميكرون في عدة دول في شهر 11 2021 تمام طيب كيف نحفظها يعني انا صراحة هيك لذكرتها الألفة يعني الألفة ذكروا انه احسن اشي فذكروا انه بريطانيا يعني هي احسن واحدة متطورة من بين هذول الدول انديا بيضلوا يحكوا بحرف dd what are you doing فالدلتا ماشي بيتا بقامة يعني صراحة دفرو اموركم فيها طيب الآن كوفيد 19 سمتم بيحكي للي كثير اعراض يعني شو في عندنا حرارة عندنا قحة عندنا ثعب عندنا بس شو اكثر الاعراض لما يسألك بالامتحان شو اكثر سمتم لكوفيد 19 ستحكي له الفيبر يعني اذا اجاك هذا السؤال دير ابقالك ماشي السمتم سمتم اكسفوجر تكون تكون اكسفوجر اكسفوجر يعني ممكن الواحد يظل هاللي هاللي هي الانكوبيشن ماشي انه ممكن يظل طيب الكلينيكال كورس اول اشي بيكون pre-symptomatic incubation period يعني خلال incubation هو pre-symptomatic ما في اعراض يعني قبل حدوث الاعراض هذة تقريبا من يومين لأربع ايام المتوسط صار انه خمس ايام خلال اول اسبوع من المرض بيكون زي الفلوزة بيكون في فقدان للتذوق والشم ما شيئا بعدين اذا صار في severe disease فهو رح يكون في ثاني اسبوع رح يكون في صعوبة في التنفس وتكون حاجة ICU بعيد الشر many patients remain asymptomatic during their illness كثير منا بجوز كورا وهو مش عارف بسبب انه خلص يعني المرض كان mild ما كان severe طيب المرض بالعادة يكون severe يعني الناس immunocompromised والناس اللي عندهم امراض ثانية هس يعني رح نحكي كمان شوية اشياء هس اللي بحكي لي انه يعني ظهور الاعراض لا يعني بالضرورة انه تكون انت infectious ماشي يعني مش انه اذا في اعراض معناته انت ممكن تعدي غيرك لا فبحكي لي infectious peaks between two days before and one day after symptom onset يعني شايف اليوم تبع حدوث الاعراض انا باليومين اللي قبل انه باليوم لبعد بكون اكثر اشي يعني في infectious illness انه لو حدا قرب مني ممكن اني اعدي ف بحكي لي تقريبا مدة ال Viral RNA detection هي 18 يوم من انت ممكن بتخلص فترة انه انت تكون معدي وغير هيك برضو بتخلص فترة انه يعني انت عليك غير معدي وبجز تتشاف من انت لساتك ايش لسه viral RNA detected ماشي فعادي يعني الامور بحكي not the viral load is detectable even before symptoms appear until the end of the disease فيعني هاي هي نفسها اللي حكيناها بحكي اذا كانت mild to moderate illness رح يكون mild symptoms اذا كان سفير لكريتكال بممكن عمل لي respiratory distress syndrome ممكن اضطر للهسبيتلايزاشن انه ادخل المريض على المستشفى كيف طرق النقل يعني حفظناه عن غيب يا من شخص لشخص مباشرة يا انه يعني من شخص لشخص قصنا انه مثلا يسلم عليه كذا يحظنه close range contact انك انت تكون في يعني نصف قطر مترين حواليه ماشي في المساحة اللي حواليه شو كمان اللي هو respiratory secretions اذا واحد قح او عطس او كذا فهاي respiratory secretions ممكن انه يعني تكون معدية وبرضو اذا كانت اليدين ملوثات فنفس الاشي يعني يعني انت ممكن ما تكون مريض بس مثلا لمست اشي ملوث كان سواء طاولة او سلمت احدا او كذا فممكن تحط ايدك على عينك تمسحها او انفك او كذا ولا انت يعني تكون دخلت الفيروس لجوه فانا هذه الامناع يعني موض بسيط وبالتالي البرونشن بسيط يعني مش خير اللي هو social distancing ابعد الناس عن بعض الhand washing زي ما حكي انا فوق قبل قليل و ال wearing masks عشان ما يكون ش في inhalation لأي شيء الآن disease severity disease severity في عنا 81% من الناس اللي مرضو كان عندهم mild و moderate شو الفرق بين mild و moderate المايلد ما في عندي لا نومونيا ولا هيبوكسية يعني ما في عندي أعراض نومونيا ولا قحة وحرارة وكذا ما في هيبوكسية يعني auto saturation ممتازة فوق 95% الآن بحكي للمoderate disease بيكون في عنده نومونيا بس عن الهايبوكسية مش كثير ماشي auto saturation فوق 94% يعني تقريبا بنقدر نحكي عنه طبيعي الآن severe disease بيكون عندك severe pneumonia والauto saturation تحت 94% هذا هنا وقتها بيبطل طبيعي ماشي والcritical disease acute respiratory distress syndrome من شرحي لكم قبل والcritical disease هو السيبسس أو السيبتيك شوك يعني بتكون يعني خلص ممكن يكون وقتها صار bacterial disease فهذا البكتيريا دخلت على الدم تمام فوقتها بيعمل السيبسس overall case في 30% هو 2.2% الآن اليمجينج حسا بالنسبة للصور يعني هاي يعني هيك تشوفوها بيحكي لي x-ray show a mile change but cities can shows a very aggressive ground glass opacities يعني x-ray مش كثير بقدر اتمد عليه ليش لأنه x-ray عنده يعني خلص أسود أو أبيض هيك يعني وما بيبين كثير يعني طبيعة الصورة ما بتخليه يبين كثير ف لما نشوف x-ray شو راح نشوف يعني هاي الاشي الطبيعي شوه بس انه هاي المناطق اللي هون هيك اللي بيضة انه ما تكون بيضة بس بينما انتشوف على c-t هاي المنطقة كلياتها هيك لازم تكون سودة سودة ويعني هيك في أشياء بيضة اللي هي تاعة اللي موجودة ف ما يعني ground glass يعني زي بتعرف القزاز المبزر هذا اللي ما تقدر تشوف فيه من الجهة الثانية طلع كيف هون هاي الصورة هاي صورة جبت الكياه من النت شوف وكيف هيك زي القزاز المبزر اللي تحس هيك زي فيه غباش بلور عليه فبس هاي الفكرة تشوف يعني ال-x-ray هاي ال-x-ray هون انه منتشر في كل اللنغ ف is suffering from very aggressive hypoxia and oxygen saturation تمام طيب بحكي كوفيد is very pathognomic disease on CT يعني على CT بقدر اميز دغري من ground glass و cities the-x-ray بيكون ماك الهواء يعني تمام شوفوا هاي المريضة ما أخذت باكسين طلعوا كيف هاي الرئاء يعني هاي كليات لازم تكون سودة سودة شوفوا كيف البياض متجمع تحت لأنه زي ما حكينا هو يعني risk factors لما يجيك risk factors غمض عينيك وبلش عدهم older age smoking ADM pregnancy مليان أشياء يعني الأشياء المنطقية العادية يعني هنا مثلا ممكن الهارد فاليير هو واحد من الرسك فاكتور للسيفير كوفيد واحد عنده أمراض في الشرعين التاجية في الأوبسيتي type 2 diabetis الكانسر أكيد بيكون شوية مناعتهم ضعيفة المنطقة يعني يعني هاي لحالها برضو يعني بالذات للي عاملين سودة organ transplant وحكينا بالمحاضر اللي قبل انه هذول بيكون ياخذ ستيرويت ماخذ المنطقة تكون مناعتهم ضعيفة واحد عنده سيفير كوفيد كيف بقدر بيكون عنده quick sequential organ failure assessment score بيكون عنده عالي شو هذا السكور مش كثير مهم بس يعني زي مذكرين الجدول عن pneumonia index هذا اللي بالمحاضرة الأولى نفس الاشي يعني بيكون في index معين أو score بيكون عنده هذا السكور عالي ongoing epidemic بيحكي لي انه most clinical manifestation ل COVID-19 هو viral pneumonia يعني مش الشغلات الثانية مش gastrointestinal ولا bladder ولا اشي الاعراض هون كل ايات يعني ARDS و patients require mechanical ventilation may have a high risk for death يعني اذا انت وصلت لمرحلة ان المريض بحتاج mechanical ventilation في كثير خطورة انه ممكن يموت الان diagnostic test في عندنا اللي هو test اللي بتعتمد على nucleic acid على DNA والRNA في عندنا rapid test اللي بتعتمد على antigen او antibody وفي عندنا serology اللي هي يعني بعمل فحوصات خاصة لل antibodies نفسها تمام طيب فخلينا نحكي هسا هون فبلاحظة ايوه ال new click acid اللي هو اللي احنا بنعرف هو PCR ماشي شو الحلو بال new click acid انه diagnosis of current infection يعني المرضى الحالية بقدر يحكي لي عنها وفي اله شو الفرق بين sensitivity والspecificity الspecificity معناها اذا هذا التست كان positive يعني على فرض انه فيه تست الspecificity تاعته 100% شو معناها معناها انه اذا هذا التست positive معناها المرض موجود ماشي هذا يعني معناها هذا المرض موجود وخاص يعني بس بكورونا يعني مش بأي مرض ثاني يعني اذا انت عملت PCR ولقيت DNA تاعة كورونا positive معناته خلص انت مريض كورونا وشو يعني sensitivity معناته اذا انت دورت على يعني DNA تاعة كورونا وما لقيته اذا كان التست negative معناها خلص انت ما عندك كورونا ماشي طبعا احنا ما حكينا يعني absolute sensitivity وspecificity حكينا هاي وطبعا اي تست بالحياة شو رح يكون رح يكون يعني في في نسبة error فعني عادي ممكن ان يكون التست negative في المراحل الاولى مثلا من المرض ولكن عادي هو الانسان مريض يعني تمام فبحكيلي يعني بالإدل settings له هاي الشغلات single positive test confirmed diagnosis اذا انت كان عندك positive test واحد خلص يعني كثير صعب انه يتطلع positive وانت مش مريض if initial test is negative and clinical suspicion remains يعني اذا كان negative ولسه انت شاكك بترجع تعمل واحد ثاني بعد فترة RT PCR انا صراح دورت هو غلط RT تسمى real time real time PCR اشي ثاني غير عن RT PCR RT PCR فكرة انه هو اسمها reverse transcriptase PCR اللي هو انك RNA تعمله reverse ترجع لورا لو بدك ترجع لورا شو رح ترجع لد DNA فلما ترجع لد بتعمل amplification فبتقدر تعمل detection للDNA بس real time polymerase chain reaction شو شو فكرتها فكرتها يعني شو بفرقة عن PCR العادي اللي مش real time PCR العادي ما بتقدر تحدد يعني الDNA هل هو موجود ولا لا الا باخر التست يعني لما يتراكم عندك كمية كافية بتقدر انك تحكي هذا التست يعني بث مباشر خلال ما انت قاعد بتعمل التست قاعد بتشوف تراكم DNA اول بأول فهذا الفرق بس يعني شو هي بتعرف بناخذ مسحة او سواب نازل اوروفرنجيل او من السبيوتام او حتى من السول ولكن يعني مش مستعمل كثير وبلد وليورين ما بتقدر تعمل بس ايش بتقدر بتقدر عن طريقة تعمل IgM والIgG اللي هم الانتيباديز وبتقدر تعمل برضو بلد كالتر اذا كان المريض هاي طب كيف بدأ اعمل بلد كالتر انا ما معل بلد كالتر للفيروس ما عمل بلد كالتر اذا بدي اشك يعني ب يعني بانفيكشن صايرة بكتيريال بعد الفيروس يعني لانه كثير كومن انه انت تكون مثلا مريض فيرل ويصير في عندك بكتيريال فوق الفيروس اللي عرفتو كيف فهالي الفكرة اعمل بحكي لسبيوتم احسن يعني يعطيك نتائج احسن ولكن مورد انجرس تتخيل انت بدك المريض انقعده بالغرفة وانت عنده تقول يلا طلع البلغم يعني في كثير ريسك انه انه انت نفسك عادي ستول نتج نرليز وحكينا هنه هذول بحكي لي single negative RT-PCR doesn't execute covid يعني اذا انت كان negative ما تقدر تستثني احنا حكينا فوق high sensitivity بس حكينا لسه في نسبة error بحكي لي بالذات اذا انت كانت نيزوفرنجيال يعني اذا اخذت السواب نيزوفرنجيال ممكن يكون negative وانت مريض عادي او اذا كان early in the disease course عادي مش مهم كثير بس بكي لك انه بين مختبرات ممكن يختلف يعني sensitivity تاعة التست بناء على انت كيف اخذتها ومتى اخذتها في الكورس على المرض PCR من 60 ل 80 بالمية sensitive ماشي طيب الرب التست هو بحص الانتجن ماشي ما بحص الRNA يعني او الDNA هو بشخص الكورنت انفكشن وبأخذ من زوفرنجة لسواب و sensitivity تاعته اقل من الNAT وخليني اذكركم شو يعني اذا الرابد انتجن تست كان negative هذا لا يعني انك انت مش مريض ماشي بنفس الطريقة الPCR بس الPCR يعني اذا كان negative يعني انت بنسبة اكثر راح تكون معافة بوسط الفكرة يعني انا احس عجقت الدنيا بس sensitive اذا test negative معناها انت negative ما عندك مرض ماشي هس هذا less sensitive بس يعني هاي القاعدة تنطبخ بشكل اقل على الRAPID تست ايخ طيب في عندك الRAPID antibody test وهذا عن طريق blood specimen put blood and see if there is IgG or IgM يعني هذا كان عن طريق نزوف رنجة السواب بتاع الانتج ولكن بتاع antibody يعني مش راح اشوف عن طريق نزوف رنجة السواب لا بدي عين الدم الان serology متى بتكون positive يعني serology مشكلتها انها ما بتعطيني اذا في current infection فعشان هيك نادر ما تلاقوا انه واحد بفحص serology عشان يتأكد اذا المريض ما اخذ vaccine ولا لا ممكن انه ايش ممكن اني افحص الا ان هون بفحص antibodies فهي if the patient is vaccinated so it is useful if the patient didn't take the vaccine يعني بقدر احدد هل هذا المجد ما اخذ الفاكسين ولا لا من هاي الشغلة الاب markers عندي رح يكون في عندي neutrophilia ولمفوبينيا ماشي رح يكون في عندك raised lactate and lactate the hydrogenase وهذا لما يرتفع بيدلني انه في عندي tissue injury او necrosis او infection damage seri active protein برضه inflammatory marker raised phyretin raised interleukin 6 الجهاز المناعي رح يشتغل raised S2 لانا حكينا S2 اصلا هو ريس بترتاعه والD-dimer D-dimer هو fibrin degradation product يعني هاذ بالامراض اللي بتلاقو فيها تكسير كثير للplatelets بتلاقو D-dimer مرتفع لكن في كثير حالات ثانية ممكن D-dimer يرتفع فيها واحدة منها ممكن يكون heart disease ماشي فأسه هون انتو ما بهم كل ارقام تحفظوها يعني ما رح ينطلبوا منكم بس بهم انكم تعرفوا اسماء الفحوصات هاي D-dimer CRP في عنا هو عبارة عن cardiac enzyme عشان اشوف عضلة القلب بشغالة طبيعية هل فيها infarction ما فيها فهاي الفكرة فالريتن CPK وال absolute lymphocyte count تمام والCPK هو الكريتينين كاينيز اللي بحصوه اذا فيه عندك بالذات يعني مصل انجوري او انو صار stress عليها كلها هاي شغلات يعني بدور عليها بالCOVID ممكن انها ترتفع بس يعني مشرح اشخص COVID من وراها مشرح عن طريق الPCA حسو الناس اللي عندهم COVID فيه كثير منهم كان ممكن صار عندهم hyper coagulability انو عندهم كثير يعني coagulation قاعد بصير ما فيش هنا شي كثير مهم يعني بصير بالlarge و small vessels فيه شغلات مثلا associated coagulopathy مع COVID-19 مثلا ممكن صار mild thrombocytopenia ثرومبوسيز تكون يعني تسهلك ثرومبوسيز لدرجة بعدها تصير تكسر platelets وبالتالي رح يرتفع D-dimer عندها اتصار الموضوع ثرومبوسيز الموضوع مش كثير كويس fibrin degradation products بشكل عام و prolong prothrombin time يعني هذا بصير الدم يتخثر بشكل أطول ف معناتها ممكن يؤدي ل للنزيف في هاي الحالي تمام يعني أنا بس بدي أذكركم أنه كيف نحن نحكي هابركو أقلب لنزيف مرات ممكن يصير استهلاك لل platelets فممكن يؤدي ل prolong prothrombin time عادي تمام طيب thrombosis in patients with covid هس نحكي عن thrombosis بشكل أخص يعني مش هابركو أقلب بشكل عام ممكن يؤدي إلى DVT أو PE اللي هو deep vein thrombosis أو pulmonary embolism deep vein thrombosis بالعادة بتكون بالجرين pulmonary embolism بتلاقي أنه في عندك emboli موجودة في pulmonary arteries فتكون موجودة هناك هاي أكثر إشي frequent يعني في عندك إشي بسموه covid toes أنه يصير في عندك يعني low perfusion للأصابع القدمين تمام وclothing of intravascular catheter يعني بيكون واحد حاطط catheter فبصير عليها clotting أكثر mycardial injury with st segment elevation بس يعني بدت تكونوا عارفين في mycardial infarction اللي هو سكتة القلب أو الجلطة القلبية على ECG في عندنا P QRS وق وبعدها T فهاي بسموها ST segment ST segment هاي بالMI يعني كثير حالات بتلاقيها مرتفع فراح يكون في mycardial injury with st segment elevation وlarge vessel strokes these patients should receive protein venous thrombobobolism prophylaxis يعني أنا أحمي من thrombosis وشو بعطيه بعطيه هبارين اللي هو عبارة عن انتكواجلان بعطي له موليكي الروات هبارين الآن الاندرلائن pathology of severe covid-19 disease يعني بتلاقي في عندك severe hypoxemia hyperinflammation لأنه بصرف عندك cytokine storm cytokine storm هو response immune system بتكون disregulated مش متحكم فيها ويعني immune response هاي هي بتصير تخرب على organs ماشي hypercoagulability زي ما حكينا فوق بحكية disregulated immune system damages the endothelium يعني يخرب الendothelium بتاع blood vessels فبالتالي بصير يحفز the clotting أكثر وتصير the clotting هي تتكون ممكن تعمل جلطات يعني بالذات جلطات لدماغ تمام أو جلطات قلب عادي طيب لتريتمنت شو الحل الحل إذا كانت الأعراض خفيفة يعني management عادية يعني مسكنات براستامول cuff cuff and cold medications بس بحكيلي هون ايش اتجنب الاستيرويد الاستيرويد هي عبارة عن يعني بتعمل suppression للإميون system ماشي فإذا أنا بهذه الحالة أعطيت استيرويد يعني ممكن الاشي ممكن الاشي يغلب يعني تمام هاي منحكي قاعدين عن mild والمدرة symptoms يعني ما فيش داعي للستيرويد هون هس الناس اللي بكونوا سيفير وقتها يعني ممكن شوي أضحي بإني أعطيهم استيرويد عشان أخفف الإميون response اللي الناس اللي عندهم COPD أو أزمة بعطهمهم inhaled cortic steroids أو oral أو IM يعني شوما كان برضو أفويد S-inhibitor أو أو ibuprofen تمام يعني إحنا منقدرها بحيث أنه يبطل في عندي viral shedding ويبطل الإنسان هذا انفكش وصل غيره حاليا المعتمد هو خمس أيام يعني هس الناس اللي لا سمح الله بنصابه بأخذه غياب خمس أيام وعادي يعني ومعتمد وكل شي طيب antiviral drugs هذول antiviral drugs بس بالعادي أيش يعني في برضو ما باستعملهم يعني بالمويلد بالمويلد симптомز يعني هاي بالحالات اللي كثير كثير صعبة مين أحسن واحد فيهم أحسن واحد فيهم اللوكينافير أو الريتونافير اللي هو باكسلوفيد هذو أحسن واحد الباقيات في منهم حتى يعني مش كثير ممكن يساعدني الانتي انفلماتوري هو الانتي انترلوكن سيكس أو توسيلي زوماب ماشي هذا لما يصير عشان السايتو كاينستورم شو بيسوي هاذ الخلية بيكون على سطحها الانترلوكن سيكس الخلية المناعية يعني فبيجي هذا انتي انترلوكن سيكس بقل الموضوع هذا السايتو كاينستورم اللي بيصير كون فاليسنت بلازما ثيرابي بيحكي لك انه الانسان اللي بتشافه الانسان اللي بتشافه بعطيه ايش بعطيه باخذ منه البلازما وبعطيها لواحد يعني عنده اكتب ديزيز ليش لانه البلازما بيكون فيها الانتيباديز ساعة الكوفيد والانتيبادي كومبينيشن يعني اعطيه الانتيباديز مانج متوف هيبوكسيميا لما يصر اكيوت رسبرت رفالي ار دي اس يعني اذا يعني بعيد الشرع عن الجميع بس اذا حدا من اقاربكم الهاي فلو نيزل كانيولا بيكون دخل الهوى بقوة كبيرة النن انفيسف و النن انفيسف شو معناها معناها انه انا مش داخل على يعني الانتيرنال اورغنز ماشي اما لما نحكي انفيسف ميكانيك لفنتيليشن معناتها انا عامل انتوباشن للمريض ماشي يعني داخل لجوه هذا عبارة عن ماسك ولكن ايش ولكن كثير قوي طيب طيب فهسا نحكي عن الناس اللي اللي عندهم ايكوترسبراتر دسترس سندرون بحكي لي اذا يعني البيشنت هذا اضطرات تعطيه سمبل سبليمنت الوكسجن فممكن تعطيه دكساميثازون او دكساميثازون مع رمديسيفير ماشي ام اللي هو اللي هو نفسه اللي بسميه الكورتيزول هذا اللي بدخله على الجسم اللي هو نفسه الكورتيكوستيرويد سليفوق بس هذولة زي ما حكينا هذولة داخلنا على المستشفى عندهم هايبوكسيميا عندهم اكوترسبراتر ريفالير او او ار دي اس الثاني اللي هم ايش باشن هو ريكوير ميكانيكال فنتليشن يعني الناس اللي اضطرات عملهم ميكانيكال فنتليشن مش بس اوتو وماسك وخلاص شو معطيهم بعطيهم ديكسيميثازون او ديكسيميثازون مع التوسيل زوماب هذول الناس اللي هو ارودين 24 او باشن 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 بعطيهم هذا الدواء حكينا من شو بحميهم بحميهم من السايتو كاين ستورم وضحنا الطريقة كيف اخر ايش الفاكسينيشن يعني ما فش كثير حكي ينحكى عن الفاكسينيشن دكتور نفسه ما حكاهش اصلا ولكن هي طريقة اننا نحمي حالنا من كوفيد في عندي عدة انواع عند الهول فيروس فاكسين عند الاران اي فاكسين عند البروتين فاكسين عند الفايرل فيكتور فاكسين الهول فيروس اني انا ادخل الفايروس كامل يكون ويكند اكتيفيتد وبالتالي الجهاز المناعي بتستعد اله اكزامبلز عليه زي ايش زي السينوفاك او اللي هو السينوفارم تمام وهذول هن نفس يعني هذول نفس يعني الهيباتيس للريبيز للبوليو بيستعمل الهول فيروس فاكسين ماشي كيف طريقة الحفظ كونفينشن الكول سوريج ترايد انتستد يعني الحالي حاليا طيب بحكي لان الاران اي فاكسين بدخل الاران اي بحيث انه حفز يعني الجهاز المناعي انه يتعرف على هاي الاران اي فبالتالي ايش بالتالي بيقدر انه يعني الجسم يستعد والاميون سيستعد منها اللي هو الفايزر الفاكسين الفايزر او المديرنا واحد ثاني كمان بحكي لي هذا عشان احفظه لازم يكون في عندي اكستريم كولتشين سوريج وهذا ما في يعني هذا الفايزر هاي الطريقة في الفاكسينيشن تاعت الاران اي اخترعت مع الكورونا ما احد اختراحه قبل وما احد اعملها قبل البروتين فاكسين او الي the immune response triggering part يعني انا بدخل بروتين جزء من عرفوا جزء من الفايروس وبدخله على الجسم عشان يأخذه ويتعرف عليه ويجهز الاميون سيستم حاله اكزامبلز عليها نوفا فاكس كيف بحفظه يعني conventional والسروج عادية وترايد ان تستدهاي previous uses للملاريا وللHPP تمام فهذا previous uses لهذا لفوق هذا للهيباتايتس للريبيز للبوليو هذا الهول والرن اي محدش استعمله قبل الويرول فيكتور هو اناثر اناكتيفيتد فيروس is used to deliver instructions for creating recognizable part of the covid-19 شو معنى معناها اني انا بجيب فيروس ثاني مش فيروس الرن اي تاعت مين تاعت كورونا او بحط فيه recognizable part تبع كورونا فبالتالي لما يجي الجسم يتعرف بتعرف عليك انه كورونا فيعني بصير فيه بقاية منه مثل ايش مثل استرازينيكا اللي يعني اللي بنعرف الvaccination فيه برضو conventional cold storage يعني كلهم conventional cold storage الى الرن اي لانه يعني الرن اي عشان ما تخربوا كذا فبدنا extreme cold storage وهذا استعملنا قبل بالهيباتاتيس بي الهيباتاتيس اي هو الفاكسين هو الفايروس فاكسين تمام هيك منكون انهينا المحاضرة الله طيكم العافية وان شاء الله ما نكون نقصرنا معاكم ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله في امتحانكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته